بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بقول لا يبقى المنافقون بين المؤمنين مسترين دائما مهما حاولوا مد بساط الاستطار فأعمالهم وأحوالهم السيئة المتتابعة تنقلهم إلى جو العلانين قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون رجس يعني خبثاء في بواطنهم واعتقاداتهم هنا بيقول لمحة مهمة جدا ليس كل مخطئ يترك من العتاب أو العقاب ينال الرضا والقبول فمن الإعراض ما يكون إهانة واحتقارا لا صفحا وإعذارا الله المستعان المؤمن تنفع فيه المعاتبة وتصلحه المحاسبة ولا تزيده التوبة إلا نقاءا وأما من لم يك طاهرا فأنا له ذلك وبيقول أولى ما ينبغي الاحتراز منه الأرجاس الروحانية إذ يوشك أن يميل الطبع بصاحبها إليها فيهلك فالنجاسة الباطنة تودي بأهلها إلى الأعمال المهلك قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بيقول الذي لا يراعي غضب الله فيحلف كاذبا ليرضي بسخط الله بعض عباده فيه شبه بالمنافقين وقد أتى كبيرة تلحقه بالفاسقين قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب سكان البادية وأجدروا وأحق وأحرى أنا فاكر كويس في بدايات الطلاع على القرآن الكريم وأبدأ أحاول أفهم يعني كان بيشتبه علي أن الآية دي ممكن يكون فيها حاجة من العنصرية لكن الفكرة كلها أن أنا ما كنتش فاهم الأعراب دول المقصود بيهم إيه لذلك أنصح كثيرا أن أنت لما تيجي تقرأ آية قرآنية ويتبادر إلى ذهنك فهم معين للآية لا تستقر على هذا الفهم يعني ما تعتقدش أن الفهم ده ممكن فعلا يكون فهم صحيح خصوصا لو أنت لسه مبتدئ كطالب علم وبشكل عام لا بد أن تتأكد من صحة فهمك للآية بالرجوع إلى بعض التفاسيل وجدت أن فهمك منصوص عليه في التفاسيل يبقى فهمك صحيح فالأعراب دول المقصود بيهم إيه الموضوع ملوش أي علاقة بالعنصرية الموضوع متعلق ببعدهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وببعدهم عن الصحابة دول ناس سكنين في البادية في الصحراء على الأطراف نادرا ما بيوصلهم العلوم الشرعية ونادرا ما بيوصلهم الأحاديث النبويات الشريفة فالآية فيها لفتة في غاية الأهمية لو أنت مكانا بعيدا عن العلم وأهله هتتعلم إزاي لابد أن تحرص على أن تكون قريبا من أهل العلم علشان تقدر تتعلم العلم طبعا زمان البعد اللي كان بيأثر هو البعد المكاني دلوقت أنت ممكن تكون في آخر بلاد المسلمين وعندك إنترنت وبتقدر تدخل على كل الكتب والمراجع وتسمع كل المشايخ وهكذا لكن المقصد الأساسي أن أنت لو بعيد مش هتعرف لازم تكون قريب من مصدر علم وهذا البعد عن المصادر العلمية الشرعية يؤدي إلى زيادة مساحة الكفر والنفاق في القلب الآية أيضا فيها إشارة لفضل العلم أن العلم الشرعي بيؤدي إلى زيادة الإيمان ونقصان الكفر والنفاق فهنا بيقول إنما ذم الله تعالى في الأعرابي كونهم لا يعلمون حدود ما أنزل على رسوله من الهدى فطوبى لمن علمها واهتدى بها مفهوم المقابلة وبيقول أنفع العلوم معرفته حدود ما أنزل الله على رسوله الفكرة كلها إيه؟ المقصود بالحدود هنا مش بالضرورة الحدود اللي هي العقوبات لكن المقصود بيها الحدود الشرعية والحدود الشرعية المقصود بها إيه؟ إن كأنك هترسم للدين حدود ونطاق معينة لو عديت الحدود دي يبقى أنت وقعت في الكفر أو وقعت في الحرام وطول ما أنت داخل هذه الحدود يبقى أنت في حدود الإيمان ويبقى أنت في حدود الحلال فلو أنت عارف حدود ما أنزل الله لن تقع في الكفر ولن تقع في المعصية وستبقى دائما على الإيمان والحلال والمسموح به من الدين فدي من أنفع العلوم معرفته حدود ما أنزل الله على رسوله الحدود دي بقى سواء من أصول الدين وفروعه وإلا فكيف يمتثل المؤمن الأوامرة ويزدجر عن النواهي وهو لا يعرفها وبيقول البعد عن المجالس الإيمانية والعلمية يقرب الإنسان من الوقوع في المعصية الأعراب حلهم كده علشان البعد عن المجالس الإيمانية والعلمية كدليل على أن ربنا لا يريد التعميم وأن الموضوع مش مكسود به جنس أو نوع أو عرق أو كذا ربنا بيقول الآت ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم يبقى مش كل الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا في منهم مؤمنين وبيتصدقوا وبيعملوا الصالحات وربنا هيدخلهم الجنة اللي هي رحمته سبحان الله فهنا بيقول الإيمان بالله واليوم الآخر هو ما يبعث المؤمن على الإنفاق في مرض الله وخلي بالك فيه برضو نقطة متعلقة بالسياق الآيات موقف الأعراب من الإنفاق في سبيل الله لذلك الله عز وجل دلل من الأعمال الصالحة على صدق إيمانهم إن هم إيه؟ ويتخذوا ما ينفقوا خربات عند الله وصلوات الرسول الدليل على إن الأعراب ده المؤمنين إن هم بينفقوا في سبيل الله وخلي بالك برضو فيه ملمح خفيف الموضوع ده إن لما يبقى فيه قوم معينين معروف عنهم ملمح سيء معين إن هم مثلا بخلة أو إن هم مثلا متعودين يشربوا خمرة أو إن هم مثلا متعودين يتعاملوا بالربة أو أيا كان معصية معينة كانوا بيمرسوها أيام الجاهلية من أدلة حسن إيمانهم وإسلامهم إن إيمانهم وإسلامهم يغير فيهم العادة السيئة دي فاللي كان بخيل أصبح ينفق واللي كان بيشرب الخمر امتنع عنه واللي كان مدمن ميسر أو قمار بطلوا واللي كان بيتعامل بالربة بطلوا وهكذا دي من دلالات وعلامات حسن الإيمان فهنا بيقول الإيمان بالله واليوم الآخر هو ما يبعث المؤمنة على الإنفاق في مراض الله وليس خوف الناس ولا الرغبة في مديحهم وبيقول ليس من أدب القرآن تعميم الناس بالأحكام بلا دليل الكلام ده أنت بتلاحظه مع الأعراب لسه شايفينه مع أهل الكتاب لسه شايفينه حتى مع اليهود بنلاقي إن ربنا بيقول إن في بعض اليهود كويسين ومؤمنين ودول أمنه بالنبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى وهكذا مع أي فئة ربنا ما بيقولش أبدا إن في فئة بعينها من البشر كل سيء كل وحش كل دخل النار ليس من أدب القرآن تعميم الناس بالأحكام بلا دليل ولكن منهم من يشمله الحكم ومنهم من ليس كذلك فما أجمل الإنصاف فكرة الإنصاف والعدل من أهم مقاصد الشريع الإسلامي قال تعالى عن الصحابة ردوان الله عليهم من أهم الآيات اللي فيها تسكيت الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآية واضحة جدا محكمة ناصعة في حق الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالجمع المهاجرين كمجموع الأنصار كمجموع عدد ضخم من الصحابة أهم ملمح في الآية أن المهاجرين والأنصار دول هما القدوة والأسوة والمثال الذي يجب عليك اتباعه أي حد غيرهم والذين اتبعوهم المهاجرين والأنصار بإحسان والإحسان المقصود بي أنك تتحرى أن المتابعة تكون صحيحة إحنا في زمننا علشان نقع تحت قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لأن الذين اتبعوهم بإحسان دخلين ضمن الآية إلا أهمهم من جيل التابعين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين تلميذ الصحابة وأتبعهم ربنا قال عن دول كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا قال أن اللي جايين بعد الصحابة لابد اتبعوهم بإحسان فكأن خلاص الصحابة دول ربنا شهد لهم بحسن إيمانهم وإسلامهم وأن دول ربنا أعد لهم جنات أنت عايز تدخل جاية زيهم تعمل زيهم تتحرى اتباعهم علشان تبقى اتبعوهم بإحسان وأنا لا أفهم كيف مع هذه الآية بنلاقي أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بيكفروا الغالبية العظمى من الصحابة أنا طبعا عملت فيديوهات قبل كده عن عقايد الشيعة موجودة على قناة الدول الإسلامية عقايدهم في الصحابة في غاية العجب عدد الصحابة اللي بيؤمنوا أنهم بالفعل الصحابة رضي الله عنهم ما يكملوش عشرة خمسة ستة سبعة تمانية على حسب بقى الرواية المختلفة والمصيبة السودة أنهم بييجوا عند كبار الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وبيكفروهم أمهات المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا حفصة رضي الله عنها وبيكفروهم الله مستعان هنا بيقول اتبعون بإحسان لما كان عليه الصحابة الكرام هم السعداء فمن رضي الله عنه صار أهلا للاقتداء وبيقول ويل لمن أبغض من رضي الله عنه فإنه لا يفعل ذلك مؤمن بالقرآن بروز الجملة دي فإنه لا يفعل ذلك مؤمن بالقرآن أنا دايما بقول أي خلافات أي خلافات تستحق أن تكون خلافا ما بين مسلمين لو رجعنا للقرآن القرآن هيفصل بيننا خلافنا مع الشيعة القرآن يفصل فيه خلافنا مع الأشاعرة القرآن يفصل فيه أي مذاهب ما بينها خلافات معتبرة القرآن يفصل فيها قولا واحدا بآيات محكمة أهم حاجة نحن نلتزم لمنهج القرآن اللي بيقول إن نحن نرد المتشابهات إلى المحكمات لو الموضوع اللي احنا مختلفين حواليه من محكمات القرآن يبقى القرآن حيفصل في الموضوع بشكل قاطع وجازم وحاسم قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم هنا بيقول من خلط الأعمال الصالحة بالسيئة ثم اعترف وندم ورجى أن يغفر الله له فإنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب هنا ربنا بيقول عسى الله أن يتوب عليهم فيها معنى إنه إلى السلامة أقرب والدلالة إن الله غفور رحيم تحت الخوف والرجاء المقصود بإيه الخوف من إن الله عز وجل يعذبه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم لو أنت حالك كما في هذه الآية ربنا بيقولك تصدق وهذه الصدقة ستطهرك وتزكيك التزكية وتزكيهم بها أي تنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر بيقول من رحمة الله تعالى بعبده أن جعل له من أعماله الصالحة ما تمحى به أعماله السيئة فمن تدنس بذنب فعليه المبادرة إلى عمل صالح يمحوه فالحسنات يذهبنا السيئة ده نص كلام الله عز وجل في سورة الفرقان وهنا أيضا الآية واضحة تطهرهم وتزكيهم بها فضل الصدقة بشكل عام منصوص عليه في القرآن الكريم كثيرا جدا وأيضا في السنة النبوية الشريفة الله عز وجل تكلم عن عمل من أعمال المنافقين اللي هو المسجد الضرار فربنا بيقول إيه لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين احنا قلنا في البداية إن صورة التوبة من الصور اللي بتحثك دائما إنك ترجع للسنة النبوية الشريفة علشان تعرف هو إيه اللي حصل بالزبط وإيه تفاصيل موضوع المسجد الضرار ده وليه ربنا قال كده في دلالة واضحة إنك ما تقدرش تفصل ما بين القرآن والسنة والسيرة وممكن بإذن الله عز وجل في رمضان قادم نختار كتاب يهتم أكتر بهذا الجانب شرح أسباب النزول وتوضيح ليه ربنا قال كده إيه الموقف اللي حصل فربنا قال كده لكن هنا هو بيأخذ بعموم اللفظ بغض النظر عن خصوص السبب فالفكرة كلها إيه إن ممكن يكون في عمل ظاهره الصلاح لكن النية بتفسد الموضوع وفيها أيضا إشارة في غاية الدقة فيما يخص التعامل مع المجتمع المسلم إن لو أنت عندك مشاريع مختلفة تشوف أنهي مشروع اللي قام عليه أهل التقوى والإيمان مش أي عمل خيري تعمل فيه تتحرى إنك تتواجد مع أهل الصلاح والتقوى فهنا بيقول كل شيء يحصل به التفريق بين المؤمنين فإنه معصية يجب تركها ده فيما يخص ليه أصلا المنافقين عملوا المسجد الضرار ده وهكذا السبب الرئيسي كان التفريق المسلمين فأنت بتخرج بهذا المبدأ طيب وإيه كمان قد أثرت المعصية على مكان فنهي عن القيام بالعبادة فيه في حين أثرت الطاعة على مكان قباء فأمر بالقيام فيه قال تعالى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ملمح في غاية الأهمية إن الإيمان والتقوى أهم شيء في الدنيا وإن أي بنيان ستبنيه أي مشروع هتعمله لو مش على أساس تقوى من الله هينهار بيك في نار جهنم سبحان الله شفى يعني طرف جرف نهار يعني حفرة متداعية للسقود عارف أنت لما تبقى حفرة في أرض مش صلبة فالأطراف دي بتقع بيك في الحفرة بيقول العمل المبني على التقوى والإخلاص والمتابعة هو الذي يبقى وينفع صاحبه عند الله تعالى قبول الأعمال الصالحة بناء على الإيمان والتقوى المقاصد والنيات تميز الأعمال فتحكم عليها بالصحة أو الفساد موضوع آخر قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الاستغفار للموت المشركين والدعوة لهم بالرحمة آية محكمة في الموضوع الآية دي واللي أب له فهنا بيقول الاستغفار استغفار لمن مات مشركاً والترحم عليه قريباً كان أم بعيداً هنا المثل بالأب سيدنا إبراهيم وأبيه هذا الاستغفار بعد أن نهي نبي الله إبراهيم عن الاستغفار لأبيه اعتداء في الدعاء النقطة دي مهمة يعني إيه اعتداء في الدعاء يعني أنت تدعو بما لا ينبغي أن تدعو به علشان كده يا جماعة بنتكلم في موضوع الدعاء في فقه للدعاء وأصول وقواعد وضوابط للدعاء وآداب للدعاء ما ينفعش ربنا يقول لك الظاهر إنه مات على الشر هو عاش طول عمره بيعبد الأصنام ومات على ذلك وسيدنا إبراهيم جي يدعوه إلى الإسلام ولم يستجب له فهو ظاهراً مات على الكفر ما ينفعش أنت تعد تدعيله بالرحمة والمغفرة لأن الظاهر إنه من أهل النار ملمح أيضاً في غيط الأهمية لا رابطة عند الله تعالو رابطة الإسلام فالقرآن لم يقدم على الدين قرابة قريبة ولا وطناً مشتركاً ولا واشجة أخرى قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إن الله بكل شيء عليم حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يجب عليه أن يتقوه وقلنا قبل كده كذا مرة إن التقوى إنك تجعل بينك وبين النار وقاية باتباع الأوامر والانتهاء عن النواهي فهنا حتى يبين لهم ما يتقون أي الأوامر اللي المفروض يلتزموا بيها والنواهي اللي المفروض ينتهوا عنها الآية دي عمدة في بيان إن الضلال من الله عقوبة بسبب ترك ما يتقون إن الله بكل شيء عليم يعلم أنهم يستحقون هذه العقوبة فهنا بيقول ما ضل أحد إلا بتركه الوحي فلو اهتد به لعلم ما يأتي وما يتقي وبيقول من رحمة الله بعباده أن بيّن لهم ما يتقون به غضبه ويحذرون به معصيته فأين المتقون؟ أيضا آية أخرى في غاية الأهمية فيها تزكية للصحابة قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ساعة العسرة وقت الشدة والمراد غزوة تابوك غزوة تابوك من أصعب الغزوات اللي حصلت للمسلمين خلي بالك صورة التوبة تقريبا الصورة القبل الأخيرة اللي نزلت في القرآن بتحكي عن أواخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غزوة تابوك كانت مع الروم والروم جيشت للمسلمين جيشا عظيما عرام راما 200 ألف جندي في مقابل تقريبا 3000 مسلم ومات في هذه الغزوة عدد كبير من الصحابة الكبار والمسلمين خلاص يعني شعروا بأنهم كانوا هينهزموا من بعد ما كاد يزيغوا قلوب فريق منهم لغاية ما مسك الراية سيدنا خالد بن الوليد وقلل جدا من خسارة جيش المسلمين كل الأحوال القلبية المختلفة اللي حصلت في هذه الغزوة ربنا بيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه وفي الآخر ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم يزيغوا أن يميل هنا بيقول ما من مؤمنين إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وبيقول جعل الله لتوبته ورضاه أسبابا منها طاعته وعصيانها والنفس فاتباع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة كان سببا لرضاه عنهم ومديحهم وعيبا على من لم يصاحبهم فيها وبيقول إن توبة العبد هي بين توبتين من ربه الملمح دعجيب هنا بيقول إيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا ده أول وحدة وبعدين ثم تاب عليهم فبيقول لك توبة العبد ما بين توبتين إيه لتوبتين دول سابقة ولاحقة فإن تاب عليه إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد تاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة سبحان الله يعني ربنا أولا بيقولهم العبد الصالح وبيوفقوا إنه يفعل هذا الفعل إنه يتوب وبعد ما ربنا بيوفقوا للتوبة هذه هي التوبة الأولى بعد ما العبد يفعل الفعل ربنا يتقبلها منه الموضوع ده في القضاء والقدر في غاية العجب لكن في النهاية بتقدر تتأكد من الآيات القرآنية إن دا بيكون إيه جزاءا وفاقة بسبب اختباراتك السابقة اللي انت نجحت فيها هنا بيقول إيه الذين اتبعوه في ساعة العسرة هو دا اللي أدى إلى إن ربنا يتوب عليهم هذه القصة عن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم جميعا قصة الثلاثة الذين خلفوا أيضا من الآيات الهمة اللي بتخليك لابد إنك تربط القرآن بالسنة والسيرة إيه اللي حصل؟ ومين الثلاثة دول؟ قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم شوف الملمح هنا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي معروح بها وسعتها لكن بسبب الحال اللي هو فيه هو مش شايف هذه الرحابة مش قادر يحسها ملمح والله في غاية العظمة إن انت حالتك الإيمانية وموقف الأمة الإسلامية منك هي اللي بتخليك تحس بكل النعم الباقية اللي حواليك حال المؤمن غير بحسب ندم العبد وأسفي تكون توبة الله عليه فأما من لم يبالي بالذنب فتوبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة فيها مشكلة يعني بيقول متى ضاقت عليك نفسك ولم تسعك الأرض فاصدق التوبة الشعور ده ناس كتيرة جدا بتحسوا لكن زي ما قلت قبل كده كأن أنت بتدور في المكان الغلط أنت بتحس ضاقت نفسك ضاقت عليك الأرض أحيانا الناس بتسعى إلى أنها تدور على حلول أرضية طب أروح بقى أكلم صحابي وأخرج وأتفسح وغير جو أروح أشوف لي أكلة حلوة كلها في مطعم حلو أروح أتفرج لي على حاجة تفرفشني وتنعنشني أنت بتدور في المكان الغلط مش هو ده الحل؟ فاصدق التوبة تم تخلدها في القرآن الكريم كعب بن مالك رضي الله عنه هو والتنين التانين رضي الله عنهم جميعا تخلفوا عن الغزوة بدون عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع سأل كل الذين تخلفوا ففي كل المنافقين والتلاتة الصحابة دول في منافقين أصلا لم يعتذروا اللي هما إيه يعني كبر دماغك من الموضوع ومش مهم دول أسوأ الخلق في منافقين تانين قالوا احنا لازم نعتذر بس احنا ما عندناش عذر يبقى لازم نكذب نختلق أعذار وكانوا فاكرين يعني أن هما بكده بيضحكوا عن نبي صلى الله عليه وسلم دول على جنب كذبين مجرمين التلاتة الصحابة دول ما كانش عندهم عذر يعني ما كانش في حاجة فعلا تمنعهم وهم عارفين كده بس احنا لازم نعتذر للنبي نتأسف يعني فلما النبي جاي يسألهم عن عذرهم ما لقوش عذر يقولوه فحصلت الحالة دي إن محدش من المسلمين يكلمهم خالص ومقاطعة تامة لغاية ما نشوف ربنا هيحكم فيهم بيه فبسبب هذه المقاطعة ما بين الأمة الإسلامية وهؤلاء الثلاثة ضاقت عليهم الأرض بما رحب وضاقت عليهم أنفسهم لغاية ما ربنا تبع لهم فإن حصل هذا الذنب أحدث رفع هو وقع في ذنب لما جاي اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب فأحدث طاعة فربنا ابتلا وعقبه بسبب التخلف عن الحرب فصبر واحتسب وظل ثابتا على إيمانه وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه فربنا رفع قدره وتاب عليه وخلد ذكره في القرآن كم ذنب أحدث رفعة عند الله وذكرا حسنا بين الخلق حين أورث ندما وأوبة صادقة أحيانا كثيرة ممكن تصيب ذنبا يكون سبب دائم في استخفارك وتوبتك إلى الله عز وجل وعمل الصالحات علشان ربنا يرضى عنا وهكذا الآية اللي بعديها بتقول لنا إيه سبب النجاة؟ قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ برضو الملمح اللي أنا قلت عليه قبل كده ربنا ما بيقولش بشكل مباشر كده وصية قل الصدق ولا تكذب لا الموضوع أكبر من كده بكتير علشان تلتزم هذه الوصية ملامح كتيرة في كونوا مع الصادقين ملمح إن الفرد المسلم يحتاج أن يتقوى بمجموعة ليثبت على الإيمان والتقوى وإن أنت لما تشوف مجموعة متصفة بالصدق وإنت ممكن يكون عندك مشكلة مع الصدق التزامك وبقاءك مع مجموعة فيها الخصلة الحسنة اللي أنت عايز تكتسبها هتخليك تكتسبها شوف بقى فوائد قد إيه تخرج بيها من الملمح ده شوف إنت فيك إيه عايز تحسنه ربنا بيقول لك شوف ناس عندهم ده وكن معهم سيدنا كعب بن مالك كان من الصادقين فربنا كأنه بيقول لنا نبقى زيه وعلشان نفضل من الصادقين نكون مع الصادقين فلما نكون معهم في الدنيا نكون معهم في الآخرة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فهنا بيقول مما يعين العبد على التقوى صحبة الصادقين في أقوالهم المخلصين في أعمالهم وبقول قال كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن غزو التبو إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي فهل اقتدين قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الآراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يرضوا بالراحة لأنفسهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تعب ومشق ربنا بيقول إن هذا الحال لم يكن لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يعني ما كان لهم أن يفعلوا هذا وربنا بقى بيقول حاجات كثيرة مختلفة ممكن أحنا ما ناخدهاش في الحسبان ربنا بيقول لك كل دا لما تعملوا كتب لهم به عمل صالح نصب تعب مخمصة مجاعة يغيظوا يغضبوا ويغموا في حاجات كتير بنعملها فيها مشقة وممكن يكون فيها جوع وعطش مدام في سبيل الله عز وجل كل دا بتاخد عليه أجر الواحد كثيرا بييجي على باله خاطر هدفه التشكيك يا ترى أنا لما بتعب كل دا ربنا هيكفئني على تعب دا أيوة قطعا ولا شك مدام هذا العمل يتطلب تعبا وأنت تزيد في الأعمال التي تتطلب تعبا ربنا هيكفأك ويجزيك على كل هذا التعب فهنا بيقول يا من تضع قدمك حيث يغتاض الكافرون وأنت تريد التمكين للدين إنك تصنع خيرا وإن لك على ذلك لأجر حاجات كثيرة جدا بتغيظ الكفار لما أنت تعمل حاجة تغيظ الكفار يبقى أنت زي الفل أنت بتعمل حاجة جميلة ربنا هيثيبك عليه بيقول من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشياته وحركاته وسكونه حسنات مكتوبات فما أعظمها من بركات للطاعات وبيقول إن الصبر على مشاق الطاعات يوصل العبد إلى درجة المحسنين الذين اطمأنوا إلى عدم ضياع أعمالهم عند رب العالمين قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ربنا بيوضح فقه الجهاد لينفروا كافة يعني ليخرجوا إلى الجهاد جميعا الدنيا ما بتمشيش كده بنقسم المسلمين مجموعات وينفرق عليهم الأعمال فهنا كإن ربنا بيقول إن لازم يفضل ناس مش كل المسلمين هيخرجوا للحرب ويتركوا ديارهم ومساكنهم خاوية ما ينفعش في ناس هتفضل علشان تقوم على أمر المسلمين في دار الإسلام كأن أهم طائفة في الناس اللي هتبقى دي اللي هيدرسوا الدين ليتفقهوا في الدين أهمية طلب العلم بيقول إن من أسباب النجاح في أمور الناس العامة والخاصة توزيع المهمات بأن يتولى كل مهمة من يقوم بها ولا يتوجه جميعهم إلى مهمة واحدة ويدعون غيرها شاغرا وبيقول بذل العلم النافع ابتغاء وجه الله تعالى لا يقل عن بذل النفس في ساحات الوغاء سبحان الله وبيقول الصلة بين طلب العلم والجهاد وثيقة الملمح ده في غاية الأهمية فإن الجهاد لا يقوم بلا علم وإنما المجاهد والحق من يوصل رسالة الله تعالى للعالمين على بصيرة لو استحضرنا حلنا في فلسطين وغزة وقلنا ببساطة شديدة إيه اللي مفروض علينا نعمله بما إننا مش قادرين نجاهد في سبيل الله حاجتين اتنين مدام مش قادرين بأنفسنا يبقى بأموالنا بنص القرآن الكريم وفوتنا على آيات كثيرة أيضا التفقه في الدين أنت مش قادر تجاهد تتعلم دينك ما ينفعش نكون في هذه الظروف العصيبة اللي الأمة بتمر بيها وإنت لسه ما تعلمتش دينك هذا خذلان للأمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الآية دي في فقه الحرب أنت عندك كفار محاربين قريبين وبعيدين تبدأ بمين بالقريبين يلونكم أن يجاورونكم قتال الأقرب فالأقرب من الكفار المحاربين للمسلمين هو من فقه الأولويات في الجهاد تأمينا للظهر وطمأنة لقلوب النافرين والمقيمين من المسلمين سبحان الله العظيم احنا لو بس نعمل بالآية دي قال تعالى وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ هذا التأثير العجيب للقرآن الكريم حسب حالتك القلبية القرآن يأثر فيك خلي بالك هذا التأثير للقرآن الكريم من أدل الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله هذه خاصية عجيبة كان ممكن أن القرآن الكريم أي حد يسمعه يؤمن به يؤمن به بمعنى أنه يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى مسلم كان ممكن لكن مش دا الحال لأنه ساعتها كان هيبقى أشبه بالسحر فعلاً الكارتون اللي كنت أشرت إليه أصحاب الرسول كان بيتكلم عن الطفيل ابن عمر الدوسي رضي الله عنه سيد القبيلة اللي كان منها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان شاعراً عظيماً لما جي مكة وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم أصحابه قالوله ما تسمعش للنبي دا بيقول سحر دا هيسحرك فكان بيمشي في مكة قرب الكعبة ويصم أذنه يحشي ودانه أطنه عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم فوجد إن موقفه دا مش عقلاني ومش منطقي لأنه هو عنده علم قال أنا شاعر كبير وبعرف أفرق كويس قوي ما بين السحر والكهانة والشاعر والكلام دا كله أسمع الراجل دا بيقول إيه فسمع فأدرك إن دا قرآن كلام الله فرجع لأصحابه من الكفار فقالوا له دا صحرك محمد صلى الله عليه وسلم فرح سأل سؤال في غاية الأهمية إش معنى صحرني أنا وما صحركش أنت وأمثالك من الكفار ليه أنتوا فضلين على الكفر ليه ما أمنتوش بيه وليه ما اتبعتوهوش فده بيدل لأنه ليس سحرا لأنه لا يطوع القلوب غصبا للإيمان لكن حسب قلب كل شخص يستجيب للقرآن فهنا بيقول ليس كل من سمع الآيات ازداد إيمانا بل لابد من الإقبال عليها والإنصاط لها والاهتمام بها وبيقول أهل الإيمان يستبشرون بنزول آيات القرآن فيسمعون ما فيها من الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم إذ ليس الإيمان معرفة جامدة بل هو قول وعمل يزيد وينقص وأعظم ما يزيده أعظم ما يزيد هذا الإيمان كتاب الله تعالى وبقول ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود فالإيمان يزيده وينقصه ده مذهب أهل السنة اللي مبني بشكل واضح على آيات محكمة من القرآن حالتك الإيمانية اللي بتظهر على الجوارح والأركان في زيادة ونقصان ما بين الطاعات والمعاصي والذنوب والأثاني قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكرة من أنفسكم من أهم أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنتم عارفينه وعارفين أحواله وظل فيكم أربعين سنة قبل أن يدعي النبوة فأنتم عارفين صدقه وأمانته وعفافه وعارفين أنه كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب وعارفين أنه لم يكن لهم معلما سواء من الأحبار أو من الرهبان أو غيرهم عارفين كل ما يؤدي إلى ضرورة تصديقه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم يعني إيه صعب وشاق عليه عنتكم ومشقتكم شوف التعبير القرآني الرائع يعني كأن زي ما بنقول بالبلد النبي يعز عليه تعبكم فهنا بيقول تشريف للعربي وتكليف أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فتشريفهم بأنبعث من بينهم وده أمر يعني مش بأيديهم اليهود كان نفسهم أن نبي آخر الزمان خاتم الأنبياء المسيح المنتظر يبقى من اليهود من بني إسرائيل فيكون لهم هذا الشرف ما حصلش هما ما استحقوش ده فهنا بيقول بقى كون إن النبي من العرب فده تشريف ليهم يفهمون عنه أكثر من غيرهم بطبيعة الحال إنهم عرب زيه وتكليف بأن يتحملوا من أمانة التبليغ ما لم يتحمله غيرهم بيقول ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرأفه بأمته يشق عليه أن يرى المشقة بهم نازلة ويحرص على إصال الخير لهم في كل أوان فما أحسن أن يكون الدعاة كذلك تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينتفع برأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته إلا من آمن به بالمؤمنين رؤوف الرحيم فحينما يهتدي إلى الحق يظهر أثر الرأفة والرحمة عليه تخلي بالك كأن الموضوع في حالة عامة وحالة خاصة لأن الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة للعالمين ورحمة خاصة بالمؤمنين وصلنا لسورة يونس قال تعالى ألف لام رأ تلك آيات الكتاب الحكيم بيقول القرآن الكريم مشكات الحكم والحكمة فاقتبس من أحكامه ما تنير به طريقك ومن حكمه ما تضيء به فهمك هو الكتاب الحكيم قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم إلى رجل منهم نفس المعنى من أنفسكم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين هنا ربنا بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أي أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال السورة بتبدأ بالكلام عن القرآن الكريم ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيدعو الناس بالقرآن قال الكافرون إن هذا لسحر مبين وتكلمنا على موضوع السحر ده لسه من شوية القرآن ظاهر جدا أنه ليس سحرا بيقول عجبا لهم كيف جوزوا أن يكون المنحوت من الخشب والمعمول من الصخر إلها معبودا وتعجبوا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في جلالة قدره رسولا هذا هو الضلال البعيد إلا فتدي في حال الكفار في غاية العجب أنت بترفض بترفض على أساس إيه وإنت بتقبل أمور عجيبة جدا يعني ربنا بيقول أكان للناس عجبا لا ما كانوش المفروض يتعجبوا أنتوا اللي حالكم عجيب أنتوا بتعبدوا أصنام خلاص أقولكم قابلة عبادة الأصنام وترفض إن الرسول يكون بشر أمر عجيب خلي بالك ربنا بيقيم الحج على كفار قريش الحال اللي أنتوا عليه المفروض لا يؤدي إلى إنكم تتعجبوا إن ربنا أوحى إلى رجل منكم فبناخد قاعدة في موضوع إقامة الحجة والجدل والدعوة إن بما إنك بتقبل هذه الأشياء يبقى لا يجوز لك رافض هذا لازم تقبله هو كمان وأيضا بمفهوم المقابلة بما إنك بترفض هذه الأشياء يبقى ينبغي عليك أن ترفض هذا أيضا ما ينفعش تقبله بيقول قدم لنفسك من الإيمان والعمل الصالح ما يرضى به ربك عنك فمن قدم خيرا أثبت الله له أجرا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق هتقدم ربنا هيصدق على اللي انت قدمته قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون آية في غاية العظمة ربنا بيدلك من هو الله اللي انت المفروض تعبده الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة لما كنا بنكلم النصارى ونقول لهم أين قال المسيح أنا الله وأين قال المسيح أعبدوني أنت يعني بتؤمنوا بألوهيته من غير ما يقول وبتعبدوه تطوعا من غير ما يأمركم بعض النصارى اللي عقولها ضعيفة قال لك طب ما نسأل المسلمين هم كمان أين قال إله المسلمين أنا الله اعبدوني يا ابني هو أنت فاكر ديننا زي دينكم طب على قال اقرأ القرآن قبل ما تسأل والله العظيم أمر في غاية العجب الفكرة هي أن الإسلام ليست ديانة قبلية أو عرقية أو قومية أو كذا اللي هو إزاي يعني فكرة العالمية دي إن ربنا الله إن ربكم الله مين بقى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام اللي خلق الكون دا كله أنت بتعبد خالق الكون اللي اسمه الله واللي معنى اسمه إنه الإله الحقيقي المستحق العباد ذلكم الله ربكم فاعبدوه فبتفهم إن الموضوع أوسع من مجرد رجل من العرب ويدعو إلى آلهة العرب لا دا كلام فاضي دا مش الإسلام هنا بيقول استوى على العرش أي على وارتفعه استواء يليق بجلاله وعظمته بيقول لو شاء الله تعالى لخلق خلقه في أقل من طرفة عين كثير جدا من العلماء بيتكلموا إيه ستة أيام المقصود بها إيه يعني كلمة يوم معناها فترة من الزمان وهذه الفترة من الزمان بتختلف وبنجد في القرآن الكريم إن في أيام مختلفة بقيام زمنية مختلفة المسلمون لا يؤمنون بإن الست أيام دول اليوم بـ 24 ساعة وهذا نص عليه كثير جدا من العلماء ولا يؤمنون بإن هذه الأيام مثل أيامنا الأرضية فمعنى قول الله إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام يعني في ست مدد والله عز وجل أعلم بحقيقة هذه المدة أدي إيه بالظب فالسؤال هنا أو يعني المبحث اللي العلماء بيبحثوا فيه أو بيحاولوا يستنتجوا منه حكمة لماذا خلق السموات والأرض في مدة زمنية؟ ليه ربنا ما خلقش السموات والأرض بيكون فيكون؟ الموضوع بقى كبير العلماء بيتكلموا في ده كتير قوي أنا بعتقد إن من ضمن أهم الحكم إن ربنا خلق السموات والأرض بسنن كونية تستطيع أن تتتبعها فتصل إلى استنباط واستنتاج إن فعلا السموات والأرض مخلوقة أي حادثة فلابد لها من خالق ومحدث وهو الله أما لو كان السموات والأرض جاءت كده في لحظة لن تستطيع أن تتتبع لن تستطيع أن تتأمل كان هيبقى الموضوع أصعب بكتير فهذا الحدوث والخلق أظهر للناس لأنه خد وقت ده المعنى وهذا أفيد للإنسان للوصول إلى حقيقة إن بالفعل السموات والأرض مخلوقة بمعنى حادثة هنا هو بيقول إيه لو شاء الله تعالى لخلق خلقه في أقل من طرفة عين لكن له سبحانه في خلقه حكمة نعلم منها التأني وإحكام الأمور وإتقان الأعمال وبيقول ألا يتوجه الناس بالعبادة إلى من أوجد هذا الكون العظيم ثم بعث إليهم برحمته هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحذرهم ويبشرهم قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الملمح ده في غاية الأهمية فكرة إن الكون في ملامح الإحكام والتصميم والإتقان وإن الكون في ملامح الغائية اللي العلماء بيسموه the teleological argument teleological مصطلح الجزء الأولاني منه من الكلمة اليونانية تالوس يعني نهاية فالمقصد إنك بتدرس الكون علشان تشوف هل بالفعل هناك ملامح إن هذا الكون مخلوق من أجل غاية يريد الله عز وجل تحقيقها فلما بتقدر تصل إلى نتيجة إن آه بالفعل لما بتأمل في الكون وأدرسه كويس بأجد فيه ملامح الغائية إن المخلوقات دي في الكون بتؤدي وظيفة معينة وليها غاية معينة وفيه حكمة معينة من وجودها اللي العلماء بيسموه the anthropic principle المبدأ الإنساني اللي هو فيما معناه إن الكون ده مخلوق من أجل الإنسان بدرجات كثيرة متفاوتة ومختلفة إن سبحان الله الكون ده مخلوق قبل الإنسان الإنسان آخر المخلوقات خالص والكون اللي مخلوق قبل الإنسان بكتير خلق بالكيفية التي تسمح بنشأة الإنسان على الأرض ثم ملامح كثيرة جدا نافعة لحياته لما ربنا بيقول يفصل الآيات لقوم يعلمون دي من رحمة ربنا إنه بيقول لك على بعض هذه الملامح اللي في الكون علشان تقدر تتأكد من إن كلام ربنا صحيح فبتصل إلى نتيجة إن فعلا الكون بيدل على ما قال عليه الله عز وجل في القرآن الكريم يبقى فعلا القرآن الكريم كلام الله خالق الكون الربط دي في غاية الأهمية ربنا لسه من شوية بيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض من أدلة صدق ده إن ربنا يكلمك عن مخلوقاته ويقول لك الحكمة من وجود هذه المخلوقات هنا بيقول ندب الإسلام إلى تعلم العلوم النافعة من معرفة منازل القمر وضبط الحساب وسواهما من العلوم الكونية وبيقول ما أجهل من لم يهتدي بالدلائل الدالة على ربه بل يراها ظواهر متكررة في حياته لا يقف إلا على ظاهرها ويغفل عن الغاية من تسخيرها قال تعالى آية عظيمة جدا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ربنا بيقول لك ما فيش حاجة مخلوقة أي موجودة في السماوات والأرض إلا وبتدل على وجود الله عز وجل قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ربنا بيدي ملمح إن هذا الانغماس في الحياة الدنيا من أسباب الكفر بالله فبيقول البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها والتوغل في ملهياتها يصرف عن الاستعداد للآخرة بمقدار ذلك الابتهاج والرضى والله في المقابل قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فهنا بيقول كن مؤمنا عاملا بالصالحات يهديك ربك إلى جناته ورضوانه هنا يهديهم أي يهديهم إلى الجنة وأيضا يهديهم بمعنى الثبات على الهداية التي تؤدي إلى الجنة كن مؤمنا عاملا بالصالحات يهديك ربك إلى جناته ورضوانه ويجنبك ما يسخطه ويغضبه وبقول من نعم المولى سبحانه على عباده أن العمل الصالح تنشأ عنه أعمال صالحة أخرى فهم في خير أبدا الالتزام والموظبة عندك إيمان تعمل صالحا الأعمال الصالحة تزود إيمانك زيادة إيمانك تزود أعمالك الصالحة وهكذا سبحان الله قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون النقطة دي أيضا من أدل الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله ربنا بيكشف لك حالة الإنسان بالله عليك أنت متعرفش ناس كده أو حتى أنت أحيانا مش بتكون كده إذا مس الإنسان الضره خلاص يرجع لربنا ويدعو دعاء فيه إلحاح دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه بينسى ربنا الله المستعاني فهنا بيقول كن داعيا في سرائك وضرائك والله العظيم حال الإنسان عجيب وربنا يعلم حال الإنسان فربنا بيذكر الإنسان إنك تجاهد نفسك وما تكونش كده إنك تعرف ربنا فقط في الضراء طب هو أنت يعني في حال من الأحوال بتكون مستغني عن دعاء ربنا دي بقى بتبقى غفلة ابتلاء بالخير إن أنت أحوالك حلوة فأنت ناسي ربنا ما بتفتكرش ربنا غير لما أحوالك تسوق كن داعيا في سرائك وضرائك ولا تكن كمن يضرع في شدته ويفطر في رخائه إعراضا عن ربه وبيقول لا يغرن العبدة إجابة الله له ساعة الشدة فيستحسن الجحود حال النعمة فيهلك قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ربنا مرة تانية بيقول لك إن دي أحوال ناس حصل لهم كده علشان هم وحشين علشان هم ظالمين علشان هم سيئين بيقول العلة في النفوس فإذا خبثت واختارت طريق الظلم لم تقبل آيات ربها سبحانه الإنسان لازم يراقب أفعاله أفعاله دي بتأثر على نفسه وقلبه إلى أن تصل إلى درجة جاءتك البينات مش هتؤمن قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله ائتي بقرآن غير هذا قرآن المقصود بيه ما يقرأ على الناس فكأن الكفار بيقولوا يعني بدل لنا اللي انت بتقراده قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بيقول سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها آتية بوحي وهي إذا ثبت وصح إسنادها تلزم لزوم القرآن دلالة الكلام ده إيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي فشوف النبي بيعمل إيه هو بيتبع الوحي قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون دي من أدلة إن القرآن الكريم كلام الله ربنا بيقول للنبي رد عليهم قلهم كده فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعني إيه كلام ده ولو شاء الله ما كانش أنزل عليه قرآن كان فضل زي ما هو قبل البعثة المقصد الدقيق هنا إن هذا التغير العميق العظيم في حال النبي إنه بقى يقرأ قرآن وتأمل بقى في هذا القرآن اللي بيوضح إنه ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده مش الكلام اللي هو طول عمره بيكلم نبيه جاب الكلام الجديد ده منين فهنا بيقول الوحي والبلاغ بمشيئة الله تعالى ولو كان من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم لكان في سن الحادثة والشباب أولى به ولم يؤخره حتى بلغ الأربعين هي دي من ضمن الملامح لكن الفكرة إيه معرفتهم بالنبي طول مدة عمره اللي فات من أدلة إنه لما يقرأ القرآن هيعرفوا إن ده مش كلامه وإن ده كلام ربنا بيقول السيرة الحسنة أدعى لقبول دعوة الداعي والاستجابة لما جاء به وهكذا كان حال الأنبياء والمرسلين وسادة الدعاوة المصلحين إنه فضل في قومه عمر فهم عارفين أصلوا فصلوا فهذا أدعى إلى تصديقه وبيقول إذا رزق الإنسان العقل المستنير أيقن أن القرآن من عند العليم الخبير سبحانه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأمين له قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون بيقول كانت البشرية على التوحيد والاتفاق دي عقيرة المسلمين سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا والبشرية في الأصل كانت على التوحيد إلى زمن سيدنا نوح عليه السلام فبدأوا يعبدوا الأصنام قبل بعثة سيدنا نوح لذلك بعث سيدنا نوح وما الشرك والشقاق إلا طارئ بأيديهم وأهل الخلاف هم أهل الشر الذين حادوا عن منهج الله الذي كان عليه الناس من قبل يبقى مش الدين هو اللي فرق الناس الدين هو اللي جمعهم وعدم التزام الناس بالدين هو اللي فرقهم قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الآية دي واللي بعدها بتوضح أن في ظروف معينة وابتلاءات معينة بيكون فيها الإنسان بتجعله يدرك بأنه عبد فقير محتاج إلى الله عز وجل لكن مع ذلك كعادة الإنسان لما الظروف الصعبة دي بتترف عنه ويرجع إلى السراء الشيطان يبتدي يشتغل في دماغه بقى ده مجرد صدفة ده مش عارف مين ده مش عارف إيه لا 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 فيرجع مرة أخرى إلى الكفر والشر فهنا بيقول المؤمن الصادق ثابت الديانة في كل أحواله فلا يتلون في دين الله حسب مصالحه كرجل السوء الذي لم يقدر الله حق قدره وبيقول ما أبعد أولئك القوم الذين إذا نزلت بهم مصيبة استغاثوا بالأموات دون رب الأرض والسماوات ده بقى أمر عجيب يعني كأن ربنا بيقول في الآية دي إن أغلب حال أهل الأرض إن هما لما يصبهم الشدائد بيرجعوا إلى الله دعوا الله مخلصين له الدين في ناس فطرتهم بتنتكس إلى درجة إن هما يستغيثوا بالأموات أو يدعوا غير الله بيقول إذا انقطعت بالعبد الأسباب ورجع مضطرا إلى رب الأرباب أجيب دعاؤه ولو كان كافرا فإن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية وبص بقى على المبدأ ده ربنا بيقول لنا كده في القرآن بيفهمنا كده وليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه موضوع إن ربنا يستجيب لدعائك دي حالة شخصية حجة شخصية على كل فرد فإنت من جواك بتبقى عارف إن ربنا الإله الحقيقي المستحق العبادة هو الذي استجاب لدعائك فده يلزم منك إيه؟ إنك تعبده وتوحده فربنا بيقيم حجته على الناس بشكل شخصي داخلي بإنه يستجيب لدعاء الكفار أحيانا عندما يكونوا مضطرين قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة ومزيد على الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم اللهم اجعلنا منهم يا رب يرهق أي يغشى ويعلو قتر أي غبار فيه سواد ربنا بيقول في آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة آيات متقابلة متشابهة مثاني لذلك العلماء قالوا إيه هي الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم لأن الآية المقابلة بتقول كده صراحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فبالمقابلة بتعرف المعنى بيقول من عبد ربه على وجه المراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته جوزي يوم القيامة بأن يراه عيانا ومن أحسن فيما بينه وبين الله كوفئ يوم القيامة بالحسنة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الذين أحسنوا المحسنين يعني الإحسان ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه النظر إلى وجه الله الكريم أعظم نعيم أهل الجنة في المقابل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أغشيت أي ألبست فبيقول تعلم العدل من تعليم القرآن فأحسن إلى من أحسن ولا تجزي المسيئة بغير ما اكتسب ولا تتجاوز معه قدر إساءته هنا بيقول للسيئة أثر على الوجه في الدارين فهي تظلم النفس والقلب في الدنيا ويظهر ذلك الظلام على الوجوه يوم القيامة ممكن في الدنيا يحاول على قد ما يقدر يدري بالمنتاج بالمكياج بأي حاجة الله المستعان لكنه هيظهر يوم القيامة عيانا قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أشياء كثيرة لما تتأملها بتصل إلى استنباط واستنتاج إن تبرير كل هذا هو الله المرحلة التانية أفلا تتقون الله إنك تتبع الأنبياء الرسل الذين جاءوا بالأوامر والنواهي بيقول كم من جهة يفيض عليك منها رزق ربك ويجيءك منها جزيل فضله فسبحانه من رب وسعتنا رحمته فوجب علينا حمده وشكره وبيقول تذكر أن الله يملك سمعك وبصر فاحذر أن يسلبك إياهما وأنت تعصيه بهما أو أن أنت تستخدم نعم ربنا عليك في معصيته قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون يهدي أي يهتدي بيقول الوحي هداية وإرشاد فمن اتبعه نجا وسلم ومن لم يتبعه ظل وندم وتاه في أودية الضلال وبيقول من يدعو إلى الحق وينهى عن الباطل هو من يتبع وليس من يملك المال أو الجاه أو السلطان قال تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بيقول تمنية النفس بالأوهام والظنون التي لا تبنى على العلوم لا تنفع ولا تفيد ولا هي من الأمر الرشيد العلم الحقيقي هو الوحي لما تشوف أحوال كل الأمم ما عدا المسلمين هتلاقي أن كل الناس في ديانتهم وفي عقائدهم لا يتبعون إلا الظن الأمور التي يعتريها الشك قال تعالى عن القرآن الكريم أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هذا التحدي القرآني من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم كلام الله وكنت شرحت الموضوع ده بالتفصيل أن ربنا استخدم هذا التحدي مع كفار قريش وفشل كفار قريش في الاستجابة لهذا التحدي أدعى أن غيرهم يفشلوا بمعنى أن لو كان في حد يقدر يستجيب لهذا التحدي كان هيبقى كفار قريش وبما أنهم فشلوا فغيرهم أفشل يعني إيه فأتوا بصورة مثله شوف أصغر صورة من صور القرآن الكريم شوف الفصاحة والبلاغة والبيان وشوف الفوائد والمنافع والقواعد والأصول وهكذا وقول كلام مكافئ من ناحية الأسلوب والفصاحة والبلاغة وأيضا من ناحية المحتوى والمنافع اللي تقدر تطلعها أي حد هيفكر في القرآن ويتأمل فيه من أصغر صورة سيدرك بما لا يدع مجلن للشك أنا مقدرش أنا مقدرش أقول سطرين أطلع منهم كل الفوائد دي خصوصا بالأسلوب ده كفار قريش أدركوا هذا بمجرد السماع فده المفروض استلزم منهم الإيمان بالقرآن لا بيقولك أنت افتريت هذا الكلام على الله لو أنا أقدر أختلق كلام هذا حاله أنتو كمان تقدروا تعملوا زي ما تعملوا زي مش قادرين يبقى دا دليل إن القرآن كلام الله هنا بيقول تأمل في عظمة هذا القرآن الذي تحدى به الله الفصحاء والبلغاء ولو كانوا يقدرون على معارضته لا نأوا بأنفسهم عن كل الحروب فكرة إيه؟ استجابة التحدي مع وجود الدافع والداعي الأسهل عليهم أن هما يستجيبوا للتحدي بدل ما يتحكم عليهم أنهم كفار وهذا يؤدي إلى أن هما يستحقوا الحرب عليهم ردا على اعتداءهم على المسلمين فبهذا الحرب يتم استحلال دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وهكذا مش كان الأسهل من دا كله إيه الاستجابة للتحدي القرآني؟ فعدم استجابتهم إقامة حج عليهم قال تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ بيقول لا إصلاحة إلا بالقرآن وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أي بالقرآن فيبقى في المقابل المصلحين هم من الله يؤمنوا والقرآن هيدلهم على مزيد إصلاح لا إصلاح إلا بالقرآن علما وعملا فمن حاد عنه فقد سلك سبيل الإفساد قال تعالى وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ بيقول الثوابت الشرعية لا سبيل إلى المفاوضة فيها والتوسط مع الخصوم حولها فإما تصديق بها وإذعان لها وإما مفاصلة ومتاركة عليها فكرة البراءة دي يا إما تبقوا زي يا بلاش أنا مش هبأ زيكم قال تعالى آية عظيمة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَةِ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ بيقول يكفي البصيرة دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه من أخلاقه وهديه وأعماله وحسن ما يدعو إليه بل الأعظم من كده ما رويه عنه صلى الله عليه وسلم لما كفار شفوه قالوا هذا ليس بوجه كذاب الأمر ده عجيب شوف إقامة الحجة إلى أي درجة وبيان صدق النبوة إلى أي درجة إن الكفار كانوا مجرد النظر للنبي يؤمنوا دول مين اللي فعلا صادقين مع أنفسهم اللي قلوبهم طهرة اللي ما بيفضلوش الدنيا على الآخرة في المقابل أيضا في ناس بتنظر ولا تهتدي لأن حال قلوبهم أدت إلى وجود غشاوة على أعينهم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بقول ظلم نفسه من كذب بآيات الله لأنه أفسد فطرته وأزدل الغشاوة على قلبه وأساء إلى نفسه وعرضها لأن تترد في أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة قال تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هنا الآية دي بتتكلم إن كل أمة ربنا أرسل لها رسول فإذا جاء رسولهم هذا يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هنا بيقول حاجة الناس إلى الرسول أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب إذ به الهداية لمصالحهم العظمى في الدنيا والأخرى قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بيقول إن خير الخلق لا يملك لنفسه شيئا فكيف بسواه فعلق قلبك بالله وحده توكلا واستعانة وتوجها واستغاثة ولا ترج سواه لرفع النوازل فإنه وحده القادر على كل شيء قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون بيقول العلم النافع هو ما يعين صاحبه على الاستعداد للقاء الله وذاك العلم لا يعذر في الجهل به والتفريط فيه أحد في علوم ضرورية لا يسع المسلم إنه يكون جاهل بيها ولذلك الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل فلابد للمسلم أن يحرص على إنه يتعلم دين قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وهدى ورحمة للمؤمنين سبحان الله شفاء لما في الصدور لو أنت حاسس إن قلبك في حاجة إلزم القرآن افضل اقرأ في القرآن اقرأ في القرآن اقرأ في القرآن اقرأ في القرآن هذا الكم الضخم جدا من الحسنات بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله عز وجل يضاعف لما يشاء لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الآية اللي احنا لسه أريينها دي احسب كده كم حرف والحرف بعشرة على الأقل هنا بيقول أبلغ موعظة وأوقعها في النفوس كلام الله العظيم وقد أثر عن بعض السلف من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع بيقول نقل عن ابن القيم أنه قال جماع أمراض القلب الشبهات والشهوات والقرآن شفاء لهما ففيه من البينات والبراهين القطعية والدلالة على المطالب العلية ما لم يتضمنه كتاب سواه فهو الشفاء بالحقيقة ربنا بيقول شفاء لما في الصدور أي حاجة تصيب ألبك يا إما شهوة يا إما شبهة ارجع القرآن القرآن هي طهر قلبك من أي شبهة ومن أي شهوة قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بيقول الإيمان والقرآن فضل ورحمة لا يقارن بهما كل ما يجمعه الناس من حطام الدنيا فليكن فرحك بهما عظيما فإنهما أعظم ما يفرح به قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون بيقول كم لله على عباده من فضل أنزل لهم من الأرزاق ما يكفيهم وأنزل لهم من الوحي ما يهديهم وحلم عليهم فلم يعاجل العصين بالعقوبة ولم يقطع عنهم نواله وفضله فكيف لا يشكرونه قال تعالى آية عظيمة في المراقبة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ما فيش جنس عمل بتعملون إلا وربنا شاهد عليكم وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله المستعال استحضار هذا يعلم الخشية المشكلة أن الإنسان بينسى شأن أمر من أمورك تفيضون أي تشرعون فيه وتعملونه يعزب أي يغيب ويبعد مثقال ذرة وزن نملة صغيرة من ضمن الحاجات الهمة أن نحن نستخدم الكلمات بمعناها كما فهمها العرب أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة ذرة معناها الشيء الصغير جدا التافه البسيط كويس ما ينفعش بقى نستخدم كلمة ذرة بمعنى الظرة اللي هي الأتم ثم نقول ده إيه ده دي الآية فيها إعجاز علمي لأن الظرة مكونة من حاجات أصغر منها ربنا لم يستخدم كلمة ذرة بهذا المعنى العلمي الاصطلاحي هو استخدمها بالمعنى اللغوي في لسان العرب فيما بعد لما الإنسان اكتشف الأتم الظرة أطلق عليها الكلمة العربية ذرة البتاعة دي هنسميها إيه هنسميها ذرة لأنها صغيرة جدا والعرب يطلقون على الشيء الصغير جدا ذرة النقطة دي بس مهمة بيقول إذا عملت العمل الصالحة فاستشعر أن الله يراقبك وينظر إلى عملك فأخلص له نيتك وأحسن من أجله قربتك قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب بيقول إذا أردت معرفة قربك من ربك فانظر إلى نفسك فإن كنت متبعا أوامره مجتنبا نواهيه راضيا عن أقداره فذلك من علامات الولاية إنك تبقى ولي من أولياء الله الصالحين دي علاماتك وربنا بيتكلم عن صفاتهم في الآيات المقبلة من ضمنها قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله إيمان وكانوا يتقون مرة تانية التقوى إنك تجعل بينك وبين النار وقاية باتباع الأوامر والانتهاء من النواهي قال تعالى وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بيقول أيها الداعية لا تقم وزنا لما يقوله المتهكمون وقف موقف العزم والثبات فإن ضعيف الإيمان هو الذي ينصرف عن الدعوة بمجرد تثبيت الناس له أنت لابد أن تسمع ما يحزنك نحن قلنا الكلام ده أكتر من مرة ليس المعنى أن تدفع الشعور الفطري الذي لابد أن يصيبك لكن المعنى إنك لا تجعل هذا الشعور يسيطر عليك فيمنعك من إنك تستكمل عملك كداعية ده المعنى قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الآية دي من أعظم الآيات اللي فيها نقد لعقدة النصارى النصارى يقولون إن الله عز وجل له ولد ابن مولود ربنا بيقول سبحانه أي تنزه وتقدس عن هذا الكلام ده نسبة نقص لله هو الغني لماذا يحتاج إلى ولد إيه اللي ربنا مش قادر يعمله وهو واحد أحد فرض صمد فيحتاج إلى الولد ليكون معه وفوق ده إن عندكم من سلطان بهذا فين الدليل فين البرهان فين السلطان والسلطان هنا هو الوحي هتقولنا من مصدر موحى به من الله إن الله عز وجل له ولد مش هيقدر يعمل كده لأن الكتب السماوية السابقة اللي بيدعي إن هو بيقيم عليها عقدته أصابها التحريف ليس لها مصداقية ولا موثقية لا يستطيع إثبات إنها موحى بها من الله أولا فضلا عن إثبات إنها تحفظت من التحريف ثانيا أتقولون على الله ما لا تعلمون إنتوا بتفتروا على ربنا الكذب وجزاء اللي يفتر على الله الكذب النار وهذه العقيدة كفر بالله فهنا بيقول ما في الكون من شيء إلا وهو في ملك الله تعالى فليس ثمة أغنى منه فعلى ما يشرك به الجاهلون وبأي حجة على باطلهم يستدلون قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون أقضوا إلي أقضوا علي بما ترون من عقوبة سيدنا نوح بيواجه قوم بإيه فعلى الله توكلت بعمل قلبي واجه نوح عليه السلام أمة كاملة وتحداها بكل جبروتها وطغيانها إنه صدق التوكل على الله والثقة به ربنا بيقول إلي حصل فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بيقول في نجاة قلة من المؤمنين واستخلافهم وغرق أعدائهم المكذبين على قوتهم وكثرتهم عبرة للمعتبرين في كون العاقبة للمتقين فكرة إن المؤمنين قلة في مقابل كافرين كثر ليهم الأغلبية والأكثرية ربنا بينصر المؤمنين على الكافرين ولو كان المؤمنون قلة قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وملئه أي وأشراف قومه بيقول أعظم الكبر أن يتعاظم المرء عن قبول رسالة ربه وقد استبانت له قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق يثبته ويظهره ويعليه بيقول كراهية المجرمين لإحقاق الحق تبعثهم على معارضته ومحاولة ضحده ولكن لا يقف أمام إرادة الله شيء فإن الله بالغ أمره شوف هذا الملمح الناس اللي بتدعي أن الفرعنة دول كانوا مؤمنين أغلب الناس بتستدل بالآية رجل من آله فرعون يكتم إيمانه الآية دي وضحة جلية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين يعني اللي آمن آمن وهو خايف بيقول قد يعتنق الناس الباطلة رهبة لا رغبة خوفا من مخالفة من أمر به فما أعظم جرم من حمل الناس على ذلك حتى أوصلهم إلى المهالك خلي بالك هنا ما بيقولش أن الناس دي معذورة لا هو بيقول اللي حملهم على كده وده ابتلاء من الله هيحمل ذنبهم كل واحد بيحمل ذنبه واللي أثر عليه علشان يقع في هذا الذنب هيحمل ذنبه أيضا بيقول لله قوم صبروا على إيمانهم وتحملوا المشقات في سبيل تمسكهم بدينهم تحت ظل الطغيان والجبروت والمخاوف والمفزعات سبحان الله يا أخي فرعون في كل زمن يلجأ إلى سلاح الخوف قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سيدنا موسى كان مسلما وقومه كانوا مسلمين قوم الذين اتبعوا ومسلمين هنا بالمعنى الإسلام العام زي ما قلنا مذعنين له بالطاعة مذعنين لله بالطاعة بيقول ما أحوج الناس في زمن محنهم إلى قدوة تثبتهم على الحق لذلك برضو من حيال فرعون زي ما شفنا أي حد يظهر على إنه ممكن يبقى قدوة يقضي عليه قال تعالى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين هذا الدعاء فيه دعاء زيه إن ربنا لا يجعل المؤمنين فتنة للكافرين ولا يجعل المؤمنين فتنة للظالمين يعني إيه؟ لا تجعلنا فتنة أي موضع ابتلاء واختبار بأن تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا أو يفتنون عن الدين إن المؤمن ده يكون في حال يظن الكافر إنه على الحق وهذا قد يحدث بسبب ذنوب المؤمنين فالمؤمن يستعيذ بالله إن ده يحصل بيقول على المؤمن أن يثبت على الحق ويتوكل على ربه لكن لا يعرض نفسه للفتن التي قد لا يستطيع الثبات على الحق فيها قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فاستقيما أي فاثبتا على الدين واستمرا على الدعوة ولا تتبعان ولا تسلكا فبقول إذا أجاب الله دعائك وحقق رجائك فقد أحسن إليك فقابل ذلك الإحسان بالشكر لنعمته والاستقامة على شريعته قال تعالى عن فرعون عليه لعنة الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون بقول من لا يتفكر في أسباب الحوادث والعقوبة بالكوارث ولا يستبين سنن الله في خلقه فهو غافل عن نجاة قال تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يعني هذه الآيات لا تؤدي إلى إيمانهم فبيقول إنما يهدي الدليل بإعانة الله فمن لم تحصل له تلك الإعانة ضل عن السبيل ولم ينفعه الدليل الافتقار إلى الله عز وجل وبيقول لا ينفع إيمان لا يأتي عن اختيار وإذعان ولا إيمان يأتي بعد فوات الأوان فتذهب فرصة تحقيق مدلوله في الحياة قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا النوع من الإيمان ليس هو ما يريده الله قلنا قبل كده الله عز وجل يريد إيمان بالغيب عن اختيار وإرادة بيقول الكاره للإيمان لا يقبل إيمانه عند الله ما دام قلبه منطويا على الكفر غير راغب في الإيمان قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون المفروض أن أي حاجة تشفها في الكون تقدر تتأملها دليل على وجود الله وخلي بالك الفكرة أن وجود الله عز وجل أول سلمة يقود بالضرورة إلى الإيمان بضرورة الرسالة والنبوة ثم الإيمان بصح الدين الإسلام بيقول ما أيصر دلائل الهدى لمن رغب فيه فإنه لو نظر إلى أقرب الأشياء منه فسيجدها واضحة البرهان داعية إلى الإيمان قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بيقول مهما طال زمن البلاء فلابد من يوم يأذن الله فيه بالنجاة وتكون تلك النجاة يومها عظيمة الوقع على النفوس والحياة وبقول يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا وبحزب ما يكون للعبد من الإيمان والعمل الصالح تحصل له النجاة من المكاره قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين بيقول إعلان البراءة من الكفر والكافرين والجهر بالاستقامة على طريق الحق والدين من مطالب الإيمان برب العالمين إن انت تبقى واضح وصريح إيه ده انت مسيحي انت يهودي انت بوذي انت هندوسي لا أعبد الذين تعبدون من دون الله أنا مش على دينكم ولا أعبد ما تعبدون سورة الكافرون قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا يقبل الشرك ولو جاء من أشرف المخلوقين وحاشاهو الكلام دا للنبي فإن فعلت فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين من مقاصد القرآن إنك تفهم عظيم جرم الشرك والكفر تصحيح التصورات وإن حتى لو وقع في الشرك والكفر أشرف الخلق سيكون من الخسرين لأن ذلك تعد على أعظم حق من حقوق الله قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين اتباع الوحي دا اللي مطلوب منك واتباع الوحي يحتاج إلى صبر وعناء فطريقه مفروشة بخصومات أهل الباطل إلى أن يحكم الله بالحب ويظهر أهله في الخلق وبيقول اتباع الوحي مع التدرع بالصبر إنه يبقى درع يقي المؤمنة من سهام اليأس والشك ويمنحه الحياة المطمئنة السائرة على وقود التفاؤل وانتظار حكم الله بين عباده وبيقول الحاكم بشر تغيب عنه بواطن الأمور فتتعرض أحكامه للخطأ والقصور لكن الله تعالى يطلع على السرائر اطلاعه على الظواهر وهو خير الحاكمين هنبدأ في سورة هود سورة بحبا جدا لها قراءة بصوت شيخي وأستاذي ومعلمي الشيخ معاذ صفوة محمود ربنا يحفظوا يبارك فيه تلاوة رائعة لسورة هود قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فصلت أي بيّنت فيها الأحكام والقصص والعبر قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يثنون صدورهم أي يضمرون فيها الكفر والعداوة قال يعني هيقدروا يخبوا على ربنا فبيقول يا لها من موعظة عظيمة أن يستشعر المرء أن الله تعالى عالم بكل ما يعمله لا تغيب عنه أفعال عباده طرفة عين بل لا تغيب عنه مكنونات الصدور وراء الثياب خلف البيوت الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل وبمنه وجوده وكرمه قرأنا مختارات من مصحف التدبر هدايات القرآن الكريم من الجزء الحادي عشر من القرآن غدا بإذن الله عز وجل نقرأ من الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل شفيعا لي يوم القيامة وأن يجعله خالصا لوجه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة